قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا العقوبات الجديدة المقترحة تأتي بسبب الهجمات الإلكترونية الروسية التي تعرضت لها الولايات المتحدة بهدف التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية وكذا بسبب العدوان الروسي المتزايد على الأراضي الأوكرانية المقترح الذي أعده العضوين عن الحزب الجمهوري جون ماكين والديمقراطي بان كاردن وروبرت ميني ديز يتضمن عقوبات ضد أفراد وشركة للطاقة